ادعاءاتهم بجمع مليون وثمانمائة ألف صوت ضد مناصب الديمقراطية وقع ما يقارب مليون وثمانمائة ألف مواطن من هونغ كونغ عريضة تطلبوا بإنهاء الشغب وأطلقوا على نفسهم اسم تحالف من أجل السلام والديمقراطية ويقول ممثل الحركة روبرت شو أن التحالف استطاع جمع هذه الأصوات عن طريق الإنترنت والسجن والمسيب للشك أن الحركة لم تقدم هذه اللوائح من التوقيعات المزعومة وتلتبس الكلمات في بيان التحالف ما بين مناصر للسلام والوقوف إلى جانب رجال الشرطة والشبيحة الذين يبذلون الغالي والنفيس لدعسي شعوبهم عفوا لحماية شعوبهم إن السيدة شو عبارة عن رجل متصلق ورخيص يأمل أن يلحس مؤخرة البندة الكبير فما رأيكم يا سادة؟ شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة